القرآن الكريم بيّن لنا الظاهرة المهدوية العالمية بمعالمها بل بتفاصيلها أو على الأقل بخطوطها العريضة وخطوطها الأساسية فنحن عندما نريد أن نقدم رؤية أصيلة واضحة عن القضية المهدوية علينا أن نرجع إلى الكتاب أو المرجعية المعرفية التي بيّنت لنا حقائق الكون وبيّنت لنا الكثير من المعارف التي ترتبط بالكون وبنهاية العالم القرآن الكريم لم يغفر عن هذه القضية لأنها قضية مهمة وهذا سؤال كبير مطروح عند الفلاسفة والمفكرين منذ ظهور الحركة الفلسفية والعلمية عند الإنسان هذه القضية قضية معرفية أساسية من الأسئلة التي يبحث عنها المتعمقون في الفلسفة وفي الفكر وكل إنسان ربما حتى بفترته بيسأل النهايات ما هي؟ نعم إلى أين رحمه الله عرف من أين؟ وإلى أين؟ وفي أين؟ وإلى أين؟ كما يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إلى أين نحن ذاهبون؟ إلى أين كمجتمعات بشرية؟ يوم القيامة وكل من عليها فان هذا لا يمثل نهاية العالم هذا ما نعبر عنه بأنه هذه بداية ما بعد العالم بداية الآخرة فنحن نريد أن نعرف نهاية العالم يعني الخطوة الأخيرة المرحلة الأخيرة الصفحة الأخيرة من مستقبل البشرية القرآن الكريم قدم لنا تصورا واضحا بأن نهاية العالم هي نهاية سعيدة بكلمة واحدة السعادة نهاية سعيدة للأرض وللعالم بتوقيع إلهي طبعا قرآني ترجمة نانسي قنقر